بسهدكم سعيد المستمعين للكرام مينما كنتم مرحبا بكم الحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفارلي كتسمعون للأثير يدعاتكم يدعات كاب راديو من طنجة البداية بطريقة الحال والنهاية مع أسود الأطلس طيلتها تشهر كابل خصناه للمنتخب الوطن المغربي والمشاركة ديالو في مونديال قطر 2022 المنتخب الوطن المغربي أنهى كاس العالم في الرطبة الرابعة رطبة مشرفة يعني منتخبة كبيرة ما استطعاش أنها تصل مربع ذهبي بينما المغرب رفقت الأرجنتين فرنسا وكرواتيا في مربع ذهب نتيجة ممتازة لواليد رقراجي والعبي وغيرت تختاتهم هذه المشاركة باستقبال شعبي وملكي هناك في العاصمة الرباط كلمة المقرر أن المنتخب الوطن المغربي سيأتي اليوم الاثنين ولكن لظروف ما المنتخب الوطن المغربي تأجلت الرحلة ديالو 24 ساعة وبالتالي سيكون إن شاء الله أصود لأطلس غدا في مدينة الرباط من أجل اختتام هذه الصورة الجميلة التي صنعوها اللاعبين على كرة القدم الوطنية وعلى المغرب كامل بصفة عامة للحديث على الجوانب الغير الرياضية يعني الجانب الرياضي المنتخب الوطن المغربي أبدع هناك في قطر بشهادة العالم كله لعبين قدموا كل ما عندهم أعطوا بي سخاء الواتشي الجميع لاحظوا والد رقراجي شهرين أو ثلاثة ديالأشهر مشا يعني القطر مدر ناخب جديد ولكن خالف كل توقعات الكل كان يقول بأن مهمة مستحيلة لوالد رقراجي في كاس العالم بوجود مجموعة كمجموعة البلجيكا كرواتيا كندا والمغرب ولكن وليد رقراجي صنع الفارق تأهلنا كل ولد المجموعة أقصينا إسبانيا في دور 16 أقصينا البرتغال في ربع النهائي وما نقولش خسارة ولكن عدم التوفيق وزيد عليها أخطاء التحكيمية وعديد من الأمور التي كانت سبب أننا تقصينا في دور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي يعني العموم كتبقى مشاركة في المستوى لها المنتخب الوطني المغربي ومشرفة كذلك وكما قلت الجانب الرياضي كنا توقن فيه الرطبة الرابعة احتلنا عن جدارة واستعقاق وهذا شيء جميل غادي يكون معي مستمعي كرام على الخط الآن الأستاذ عثمان فضلي لهو خريج المعهد المالكي لسكوين الأطور وكذلك غادي يكون معي الدكتور مصطفى بالقراوية لهو خريج جامعة جرونوبل وكذلك دكتور في علوم رياضة نتحطه على عديد الأمور وكيفاش نرتقي أكتر بالرياضة المغربية باش نشوفه إن شاء الله نتائج أخرى تكون في المستوى كما شفنا المشاركة الأخيرة دي المنتخبات المغربية في كاس العالم اللي فرحنا بها كلنا بطبيعة الحال فمستمعي كرام رحبوا معي بالدكتور مصطفى بالقراوية أولان سيمسطفى مرحبا بك شكرا سيعد الطيف بارك الله فيك ونزمنه إن شاء الله من خلال هذا التبذل دينا أننا نسلط الأضواء على الأمور اللي يعني كانت النتيجة دي دي الهد الالتغفورمانس اللي حصل إلى المنتخب الوطني ونتكلمو عن الأمور إن شاء الله اللي غادي يستفدلنا الولايات دينا مرحبا سيمسطفى أيضا سيكون معنا الافتصال مباشر لأستاذ عثمان فضلي لكما قلت مسامي الكرام واخرج المعهد الملكي لسكوين الأوطور السيد عثمان مرحبا بك أنت أيضا مرحبا وشكرا على السيدفى بدأ دي بد لابد من أن نعني أحرة هاني الفريق الوطني وبمعيته الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم وكذلك الجمهور المغربي الذي كان فوق المستوى خلال هذه التدورة العالمية مرحبا بك سيكون عثمان ومرحبا بك أيضا بسيمسطفى سيكون عثمان بدأ من عندك فكلنا شفنا النجاح الباهر للمنتخب الوطني المغربي بشهادة الجميع يعني الصحف العالمية وسائل الإعلام الكل يتحدث عن المغرب المغرب صنع الحدث في مونديال قطر إن كانت الأرجنسيين فازت باللقب فإن المنتخب الوطني المغربي فاز بكل شيء صراحة هناك في مونديال قطر جمعنا العرب وجمعنا إفريقيا مرانا وهذا هو أكبر تتويج كنشوفه هنا في حداته أن تشوف الأفارقة يعني بأعداد كبيرة كيتفرجوا في شاشات في الشوارع العامة هناك في الدول الإفريقية في السينيغال في الكاميرون في نيجيريا في عديد الدول الإفريقية الدول العربية حدث ولا حراش كل العرب كانوا وراء المنتخب الوطني المغربي هناك في قطر بدلناهم بالنتيجة أصبحنا أول منتخب يصل إلى النصف نيائي كأول دولة عربية وكأول دولة إفريقية وهذا في حداته تتويج ولكن السر وراءها تتويج كان هو مدرب مغربي إطار وطني وهو وليد الرجراجي كانت عنده شهرين أو تشهر كان نقوله يعني شبر المنتخب وطني مغربي شهرين أو تشهر قبل المونديال الكل كان يقول مهمة مستحيلة مهمة مستحيلة لأن وليد الرجراجي يعمل نتيجة كما يقول هو درنانية مشينا ما عرفيش واش تكون نتيجة ولا لا حتى لو كان وليد الرجراجي يخرج يعني المنتخب وطني المغربي من الدور الأول فلا يعاتب يعني شبر المنتخب وطني المغربي وأشرف على الإدارة دي المنتخب وطني المغربي في شهرين أو تشهر ولكن خلق العجب كما كان نقول وليد الرجراجي صنع الإعجاز والإنجاز هناك لدور نصف النهائي فهنا كيجي عندنا سؤال اللي خصنا يعني نوقف عليهم زيان فالاهتمام بالكفاءات الوطنية سي عثمان وإعطائهم ثقة في تسير وتدبير القطاع الرياضي مع ضروري أننا نواكبوهم من أجل تطوير المكتسبات ديالهم فانت بكونك خريج المعهد الملكي لتكويل الأطر شنو يمكن تقول نفض النقطات حديدا فما يمكن أن نقول أن المغرب من خلال هذا التويج العالمي فجميع الدول للإفريقية للعربية للإسلامية لقات نفسها من خلال الفرق الوطني بل أكثر من ذلك فأحسن الصدى ديال الفرق الوطني وصل لأقصى بقاع الدنيا وهذا يعني بأن الرياضة ما يمكن أن نختزلها في كرة القدم فقط بل الرياضة على العموم تمكن من الوصول إلى العالمية فهذه الأشياء ما يمكن لنا إلا نحتوي بها كأطر الرياضية لأنها اليوم الحمد لله ستطعنا أننا نقول للعالم ما هي قوة وقدرة الرياضة ويمكن لنا هذه من جهة من جهة أخرى تكلمتها الكفاءات المغربية فيمكن لنا نقول أن الكفاءة ما عندهش جنسية كأول شيء يمكن لنا نقول فالكفاءة لا جنسية لها البرهن وليد الرجرقي أنه قادر على أن يكون أو يقود أعطى وأكبر الفرق الوطنية وخلال صريحات دياله في العديد من المنابير قال بأن علاش ما تتعطاش الأطور الأفريقية وكذلك الأطور المغربية ما كانت تعطانونش فرصة في القارة الأوروبية والقارة الأمريكية فالياليوم يمكننا نقول بأن الرجرقي حمل هذا المشعل ومشابه بشي ينوه الكفاءات الوطنية والقدرات اللي يمكن لها تعبر عن نفضالة ووجدات المناخ الملائم فهنا ما يمكن لنا نفضر إلا على كلمة كفاءة بدون جنسية فالمغربة قادرين على العطاء العديد من أثناء المغربة اللي كينا توجد في العالم كامل نعم وقعز أنها فرغن على القدرات ديالها وهذا يعني الشيء الكثير وهي كما نقول واحد المساج كيدوز المسؤولين للاهتمام بالإطار الوطني وكذلك لجميع الشباب المغاربة نعم نعم سيد عثمان بالفعل لازم أننا نهتم بالكفاءة الوطنية نعطيهم تثيقة كما تعطيت تثيقة الوليد الرجراجي في تدبير الخطاع الرياضي كما نشوف كما قلت شهرين أو ثلاثة ديال أشهر أمام وليد الرجراجي ستطع فيها أنه يصنع الحدث ويوصل للمنتخب الوطني المغربي للمربع الذهبي هناك في مونديل قطر 2022 عندك لدوز عند دكتور فطافة بلقرر وياسي فطافة كان عرف بيانا الرياضة في وقتنا الحاضر ولا تتلعب ما بقيتش تلعب غير دور رياضي يعني مثلا في حركرة القدم ما بقيت غير نتيجة غلبتين تأخذ هذا ولا تعادل ولا ولا الخلفيات ولا الرياضة فيها بزاف ديال الحاجات دول ولا تتستخدمها بشتغطي الفشل ديالها ربما أو بشتعمل إشعاع للدولة ديالها فالرياضة ولت بزاف ديال المسائل المتدخلين فيها واتشي ما قدروش ننكره لأنه هو واقع وكلمسوه وكنشوفوه ففي نظرك انت كيف إش غاد يتساهم الرياضة في وقتنا الحاضر في تحقيق أهداف تنمية المستدمة فيما كيهم نحن كمغرب شكرا سعد الطيف فقط إذا كان ممكن بغيت نسبة النقطة الأولى يعني كتهمني بزاف كثير يعني كأن نتنبي شكرا جزيلا على هذا السؤال يعني لأن هذا هو العمق ديال الأمور اللي كيمكن نستفد منها بخصوص الكفاءات الوطنية بغيت غير نأكد على بعض النقاط اللي شار لهم الأخ عثمان فضلي المدير تقني الملكمات نعم 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 تصدل تصدل سيبستاذا نأكد نأكد عبدالطيف على واحد المسألة ديال أن المدرب يجب أن يكون مدرب يعني وطني مغربي يعني كف إلى آخر غير باش ما نكونوش نتكلموش نكونو واضحين مع بعض لا ما نتكلموش بعصابية نتكلموش إلا لس لكيش ديال الكمبيتنس حين حينتو خيكون مدرب أجنابي ويكون يعني كينا معنا ناس المغرب وإلا كمبيتنس مرحبا بي باش نكونو ما تكونوش متعصبين كنقولو أو ديال خسنا ضروري يكون عدنا مدرب خس يكون مغربي يقوش إلى آخر لا نعم أول حاجة كنتكلمو علي عشار لأ عثمار فضلي هي الكمبيتنس لأن أنا عبدوربي ومارس في فرنسا إلا نحتاج إلى الناس الفرنسيين تل أدوط هدل المم ريزون ما هذا ما نحن نمارس أنا في ما نعم ستكون الكمبيتنس هي اللولة التي ستفوق نعم وزيال حديث ديالنا سيم ستفا اسمح لي قطعتك مع سي وثمان في اللول يعني ركزنا على المصطلح ديال الكفاءة وزيد عليها الكفاءة الوطنية يعني أجمل حاجة هي أن نشوف كفاءة ومعها ناخب وطني هذا الشيء اللي بغينا وهذا هو الهدف الأسمى ديالنا فعلا سعبدالطيف فعلا سعبدالطيف فعلا نكتم على المسألة للتفوق يعني التفوق باش ما نكون متعصبين أنه يكون فرنسي ولا يكون بلجيكي ولا يكون كده ولكن المشكلة اللي عندنا يمكن السعبدالطيف اللي حطيت عليه الدك وبعض إخوان إياحنا في المغرب كانت عندنا عقدة ديال الأجنبي هذي يكون عندنا مدرب مغربي ويكون عندنا مدرب واحد آخر وهو أقل مستوى منه ولكن ناخده لأنه فرنساوي ولا بلجي ولا أمريكي وهذه عقدة الأجنبي نعم النقطة الأولى الكفاءات الكمبيتنس أنا سيدي لكتف المغرب بسمتي مصطفى القناوية وعثمان فضلي وكان سيد فرنساوي وكان فرنسا كمارس المغربي وحسن من نحن يا مرحبابي يجي مارس حتى هنا يكن الديمقراطية التفوق هو اللي خصوية كل أنا مش يتخذني أنا على أساس مصطفى القناوية مغربي نعم يعني الديمقراطية التفوق ولكن من لك يقول مدرب يعني اللي هو متمييز مغربي متكون خريج معهد المالكي لتكون أضر مرشيل وحنا كون نطبق الله أساتذة من المستوى العالي يعني يقول أكيد أنت قرPO للغسر قرPO السعزيز دودا أكيد السعزيز السعزيز دودا السعزيز دودا ما يقرأ نعم ستحدث أكيد السعزيز سعزيز السعزيز من سعزيز سعزيز باللغسر أكيد سعزيز سعزيز في قبل وقبل منها كانت كيتريني يساعدها ونزهى بدواناً ما الذي يكون لديك أستاذ الذي تدخل القيصن وقد تدخله هو في الابطيس كيتريني بذلك الأبطال يعني كانت ايطار المغربي المدرب المغربي خاصة عطار فولو بالقدرات دياله فقط يعني يتعاملون مع المدرب الأجنبي فقط شغل مين باستخدام لا يعطونا شاسية حتى تفوق المشكلة اللي كان عدنا بكري العقدة كانوا كانوا مدربة صاحبيك في مكان نوع دياله كينفذوه في مستوى يعني ذاني لا لا يعقل أن عدنا مدربين تبارك الله في البستوى العالي وكندوزهم لأنه كان هذك ميريكاني وهذا فرنسا بل أحمد الله هذة العقدة ديال الأجنبي تحيدات وباش أنه يعني هذة المسألة هذة في حل قترة ماشي جديدة ماشي جديدة سعزيزة وذلك الأستاذ ديالنا والأسيس ديالنا قرروا أنه في معد المالكين والأطور ونحن نشفنا يعني مجموعة من الأمور كانت تكلمها المساعدة وطالك الروجنا والمتوكيلات لا نوفوتيشنا يا سي عبدالطيف لذلك هذا اليوم لا نوفوتيشنا الجديد لذلك اليوم هي إذا بغيت نعطي أحد الله مطافور باش ننس العامية كل شي يفهموا يكونوا يفهموا في حال نحن مثلا الناس الرياضة والخريجين ديال المعهد كنا نبيعه وكن نسوقوا شي حاجه وكان يشري من عندنا ناخده مثال كنا نعطيه لي أنا من القابلة ديال بكواله كنا نعطي ديم الدلح فحالك تبعش دلحة سي عبدالطيف سوق تجو عندك يجو شي ما عندك وناطسي والد للرقراجي بغي يصوخ ده وحد دلحة ويطبعها وعطى للناس كي ضوقوا دب أي وحد داقة دلحة القحلوة زوينة دب بغي يدوشلوا عندك الناس بغي يدوشلوا الدلح كله ها سي عبدالطيف يعني هذا الدلحة أصلا رغم زيان وقبل كنا يعني قبل من وليد الرقراجي كنا خوفان من داقة دلحة ما يكونش حيو لها الناس خايفين دب الناس خايفين يقول قديم ناخده هاد مدر التقنيه واش مزيان غال ناخده هاد سي لا ميمكنش لا واخده هاد فرنصيرا مزيانة مع كده جاء والد الرقراجي يخد هادك الموس وطبع علينا هادك الدلحة وقال لك أخويا دوق 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 عاد شري دوق عاد شري مكين مش فيل دب الناس من يبدو كيدوزو في دوقو والأخوة والى الأخوة الحيوية والأخوة الحيوية إن تأتيت مع خاصة دوق دل دل الاخوة نضحكو شوي نعم تفضل نعم تفضل السيب تبا نعم تفضل ما هو هذا المسألة والمغرب اليوم ما يكون الأمر واضح مجلس تكلمون هذا موضع الماروكا نمودج مغربي أص customize ما بقلاش نوضح لنمودج فرتنسي نمودج كنادي نمودج أمريكي النمودج المغربي المبني الخصوصيات ديل المغاربة نحن عدنا المغاربة عدنا خصوصيات ديالنا خاص هذه الخصوصيات ديالنا تخذ بعين الاعتبار إنه م совет الفقened بوقفنا والموداز اننا تطوره عليه يسمو نمودج مغربي هذه النموداج المغربي رأت خالك الله هذه العلامة رأديية بأنه عنده الزوج ديال الجوانب مهمة جدا النموذج المغربي فيه البرفورمانس إيمان وفيه البرفورمانس سبورتي رحنا وضحنا سيواليد الرقرقي أظهر الكفاءات دياله على المستوى التقني على المستوى التاكتيكي على المستوى التعييب البداني هو والصطف دياله سيبن محمود والإحماد الذي ديرين به هذه المسألة لا تنقش ولكن يا أخي سيواليد الرقرقي أظهر كفاءات موازية وهذا اللي غانا نضروع اليوم اليوم في الحلقة ديالنا والي بغينا نسلطع اليوم بالضل نعم فغاد رجع غاد رجع عندك للسؤال اللي قلت لك سيمسطافا هي كيفش غاد تساهم الرياضة هنا في بلادنا في تنمية المستدامة التنمية المستدامة سعد الطيف باش نعطيه يعني التعريف دياله شنا هي التنمية المستدامة كيفاش الناس يعني المنظرين في مجال ديال التنمية المستدامة كيعرفوا بهذا المجال هذا تنمية المستدامة عن ذات لتذي الأمور تنمية المستدامة فيها جانب اقتصادي نعم وفيها جانب اجتماعي وفيها جانب بيئي ثلاثة الأمور من اللي كتكون عندك هات كيكون شي مشروع كيحترم هات ثلاثة ديالجوانيب كنت تكلم عن تنمية المستدامة مثلا نشوف دولة قاطر قبل ما يتبدأ المونديال أطاكوها يعني يعني حاربوها لماذا حاربوها؟ الميكولوجيا الجانب البيئي يعني أطاكوها فقط على الجانب البيئي ولكن شوف نربحنا دابا يعني الجانب سوسيال الجانب يعني اجتماعي والجانب يعني الآخر اللي هو الجانب يعني الاقتصادي يعني الاقتصادي والاجتماعي تروح المكي ناقشو اليوم لابد حل غد دخل واحد لامتيحان وغد دوز واحد ثلاثة ديالي ماتيا نقول وحنا نقع لجانب مثلا ايكولوجيا غد جيفي تسعود الى عشرة وكينه مشكلة ولكن اجتليها في الجانب الاجتماعي يعني حسب تلك المبادئ والأخلاق اللي بينوا اللاعبين تبارك الله رات تسعتاش الى عشرين من عشرين الى عشرين نعم والجانب الاقتصادي راتي واحد ما ينقشو اليوم راتي مدرير المنضيال جابنا تسعتاش والى عشرين الى عشرين يا وجماع انت المعدال ديال عشرين الى عشرين في عشرين الى عشرين نعم روخاش نقع تسعود في الجانب الايكولوجي يعني كينا هذكر هذكر الجوامير بكي اطرو ولكن الناس اللي هما يعني النية ديالهما شي طيبة وللأسف شادي بكينين والناس دي كي حاربوا الدول العربية كي حاربوا الدول الإسلامية كي حاربون على بجمع من الامور بغاوش الدوفينا ويحاربون فقط من هذجانب ديال الايكولوجي حنا قدنا الموضة ديالح نحن عارفين الجانب الايكولوجي الله يزدكم بخير ولكن رحنا خطا نشوفوش نوراكين تصيب عاما لذلك سؤال ديالك السعر الطيف سؤال واجئة يعني تكلمتي على التنمية المستدامة هو التنمية المستدامة لكن راحين جايب اقتصادي وراكحين من الجانب يعني الاجتماعي وفي هداسي لك الجانب البيئي يعني غادي نخصنوه فيه شوية وما أحواجنا اليوم الجانب الاجتماعي لتلاحم شوف المسائل العنصرية نعم شوفنا يعني كيفاش كما قال وليد ريج ريجي يعني في ندوات ديالو المغرب ولا عائلة وحدة من ورا اللاعبين وهدا هدف من الرياضة نحن حققناه نعم اليوم اليوم العالم تشتت شوف الحروب لدوزنا من هذا عشر سنين وخمسة سنين الاخيرة شوف لونزا يسموض العراق شوف المشاكل الحروب لكينا شوف العالم كيفاش نديم نعم واش جورج بوش كرئيس كيقول للناس يا إما معايا يا إما ضدي العالم تقصم والله الناس بغين يكون يكونوا معابوش أي ما يكونوا ضدو العالم تقصم كنت مع الفرصة لا أسميتوا الحجاب كعدة الناس بقصمين يا إما أنتم بغي الحجاب يا إما لا أكين غير يعني اللي يسكور كين غير اللي الكلام اللي كيقصم الشعب نعم هاتش هذا كله كالدوب والرياضة وكرة القدم وكاس العالم يعني الكل كيرجعك يتكلم لغة وحدة لغة كرة القدم هذا شي جميل طريقة طريقة باش المغاربة قدموا هاتشي مشي غالرياضة مشي غالرياضة بحداته الطريقة كان يمكن لنا هاتك هاتك الرياضة نقدموا فيها أمور لتكون يعني يعني سيلبيا دباليوم الحمد لله السيلقجاع والفريق دياله من ناحية المناجمنت يعني السيلقجاع كيخدم توصيات من من صاحب الجلالة باش نكون واضحين طب يتحل نعم يعني المحمد ثابيس يعني هات توصيات كلهما السيلقجاع سيوالد الريقراغي الأخلاق دياله وكيخدمو المياه والنفون يعني 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 أي حاجة يقول لك الوليدات للاعبين دياله وليمهمين يعني اللاعبين انت مارك الله شوف المساج اللي دووزو شوف الحمد للله هذاك الأخلاق وذك التربية عبدالطيب أنا أقول لك مسألة كميوتين أكر لأننا نعيش في فرنسا كنا دائما كنا دائما كنا قلو باش تربي ولدك على الإسلام خس يكون يعيش في المغرب بلد الإسلامي وشوف تربي ولدك على يحب الوطن خس يكون مغريبي يكون يكون عيش في البلاد شوف داب اليوم شنوبرهن نفرهن الننس أن يمكن لك تعيش أمستيردام ولا تعيش بيرلان وتكون متمسك بتغين ديالك الإسلامي وفي نفس الوقت تكون كتشب البلاد ديالك وهذا العمال هذا كنوه بالآباء والأمهات اللي يعني جوهد كبير أنا يعني أرفع القبعة للآباء والأمهات اللي يربوا ولدهم في أمستيردام بروكسل في باريس جميع عواصم العالم واستطعوا أنهم يزرعوا في القلوب للأبناء ديالهم في نفس الوقت شب بالوطن وفي نفس الوقت التمسك بالدين الإسلامي يعني هذو بالفعل صراحة يعني العديد من وسائل الإعلام يعني تترقت لهذه النقطة خصوصا الوسائل الإعلام العربية يعني كيفاش استطعوا هذو الآباء يعني أنهم يخليوا اللاعبين متمرسكين بال كما قلت بحب الوطن وأيضا بالمسائل الدينية ديالهم وهذا شي كامل شفناه حاضر في منذ القطر 2022 فصراحة ألف قبعات ورفعا للأباء ديالد اللاعبين وكن شو وكن شو مناسبة الجالية الجالية المغربية المقيمة بالخارج جالية عنحاء العالم سعب الله طيف رأي عشان نقول لك رأي يعني الحمد لله أننا جالية يعني اندياسبوغا لكن في العالم كله في الولايات المتحدة في كندا في فرنسا أقسم بالله العظيم ونعيش في أوروبا إلا كنلقى بعض الناس يعني اللي كيشب الوطن وكنيشبو البلاد يعني متشبيتين يعني والله جينراتيون الدوزة والثالثة والرابعة مشي مشي رشنا عزلت ربينا في البلاد ومشي نتما آمن طبيعي عبد ربي العبد مع الفريق الوطني كذا عادي أنني مشيت من هنا ولكن مالدي كي يقول لي ولدي يعني كي يموت عن المغرب وتكون بنتي كي تسموت عن المغرب رسيد ذات تم والوليد ذات كبر تم ولكن أنه يعني تشب ذات ذكرة إذا هذوك الآباء الذين لم ينسوش هذوك الآباء مساكن من وسط موسط وفي سيطة يعني هذو الجنراتيون الأولى اللي يمشون فرنسا مساكن كي يخدمون فان دو مينار ومساكن كي يخدمون يعني في أعلان الشاقة يعني وخها لا تسمحوه الدين ديال نحن كلنا سمعنا القصص لعبين المنتخب هذه الجنراتيون يعني كلهم الوالدين ديال تكرسوا اليوم يعني هم اللاعبين يريدون يصرروا الوسائل ويقولون بأن والدنا تكرسوا لنا لكي وصلنا اليوم لكي نمثل اليوم المغرب في مونديال قطر يعني كلهم تقريبا أشرف حكيمي يسوفيان بوفال والد الرقراقي هو في حد ذاته يعني اسمعنا القصة دياله بأن الويدة كانت فامض ميناج وكيف كانت تعاونه باش وصل لان باش يرجع هو اللي غادي قود المغرب الأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية لدورنس في نيائي فصرع قصص ملحم ميات تكملات هناك في قطر فكرف القبعة لهم كل هما يعني والأباء ديالهم وأولياء الأمور ديالهم وعائلتهم كله نعم سيمسطفى تحدتي وقلتي بأن أي حاجة بطبيعة الحال ضروري خصة تنظيم خصة تطير خصة رؤية فالرؤية صاحب الجلالة الملك محمد النصر الله كانت حضرة في الرياضة يعني في الرسالة الملكية ديال واللي وجهها في الوطنية للرياضة بسخيرات عام 2008 واللي دعا فيها الوضع نظام عصري لتنظيم القطاع الرياضي فالنتائج لحقتها الرياضة المغربية وخصوصا كرة القدم يعني هنا في مونديال القطر وقبل منها النتائج الانديا الوطنية في المقات القرية وآخرها يعني كالسوبر خالص شفناه كالسوبر الافريقي خالص كان مغربي خالص ما بين نهض السوبر كان الويداد البيضاوي فكيف شف نظارك سهمات هاد الرسالة الملكية فوضع خارطة الطريق أمام المسؤولين على الجانب الرياضي في بلادنا باش مشوا به البر الأمان ويحقق نتائج ويعطينا نتائج أنا كنظن في هذه السؤال هذا غدي نخلي المجال للصديق ذي عثم نعم شو الضل ثم ما بديتكم كان فعال يعني كان فعال في هذه العمال يعني كان من المساهمين في هذه المناظرة الوطنية أنا فقط ما يمكن نقول هو أن هذه المناظرة الوطنية يعني خرجت بتوصيات يعني صاحب الجلالة محمد السادس حافظ ورعاه يعني قام بوحد عمل جبار كنم كننقر فقط الرسالة الملكية اللي هي بحقيقة يعني دارت كل واحد في الضصة دياله يعني تكلمت على الرياضة بصفة عامة وكتعمل واحد ليطة ديليو ويوضح لأمور مسألة وحداني اللي بغن نتكلم علي يعني هذه المناظرة خرجت بتوصيات توصيات للجامعة توصيات للجامعة الفعاليات يمكنهم يساهموا في تقدم ديال الرياضة في البلاد نعم والغريب في الأمر يعني يعني حتى وقت أعطى للجامفل أنه خدمتنا يعني مؤسسة ديال محمد محمد السادي أكديمية محمد السادي سلي كرة القدم نعم وهي اللي أعطتنا وناحي وعطتنا نايف أكراد وعطتنا يوسف النصيري يوسف النصيري اللي السجل هدف أمورتغال وأهلنا اللي السفنائي ودخلنا التاريخ فجلت من نزمة وبغيبين ينطرق حتى هو يقول بأن حتى أنا غادي نشتغل بالفعل هاشنو هاشنو هادين نديروها كيف نمشي غادي نخدمو فيها كنشوف الحمد لله بار الإكزامل كنشوف كده بالعمل بار الإكزامل أكاديمية محمد السادي شونا أعطتنا اللعابة اللي الذكرت يا سعد لاطف إذن شنو القيام من 2008 إلى 2022 لماذا أكاديم الشيشات الأمور التي تقول لهم مباشرة يتنشون لماذا الأمور لماذا تنشون هذا الأسف الشديد وأنا كنت أفضل لأن أعطي الكلمة للإعوثمان الفضلي وهو شارك يعني كان بين الفعاليات التي شارك وفاة المناظرة لكي يتمل المجاوب على السؤال نعم سعد تفضل سمينت لغول أنني كان عندي اشارة المشاركة ومساهمة في المناظرة الوطنية التي كانت 2008 المناظرة التي جاءت صراحة كانت الرسالة الملكية الشاملة وجامعة قامت بتشريح الجسم الرياضي وتفكيك والوقوف على مكان الخلل بل مشات كثير من أبعد إلى ذلك إيجاد الحلول التي اختزلتها الحلول وعطت واحد المقاربات وخطة طريق اللي يمكن يعمل عليها الإنسان باش يمكن يوصل للملتعة أبعد من ذلك فهي فرقت حتى الرياضة ذات المستوى العالي من الرياضة القاعدية وكذلك الرياضة المدرسية وكانت حلول ناجعة لا يمكننا نقوله أن قطر اليوم يجي باش يجسد بعد الأشياء اللي تحقيق النتيجة في قطر فهي جاءت بناء عن الحكامة والحكامة اللي شرط لها رسالة الحكامة في مجال الرياضي ولي شرط لها الرسالة الملكية كذلك الاحتراف تمويل كل فلافش كنغضروا على الانجاز الرياضي فما يمكن لا يتحقق من الفراغ فالانجاز الرياضي يتحقق من خلال عمل اليوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حققات حلم الملايين ولكن ما نسوت بأن عديد من الجامعات لخدمات واشتغلت وعطات أثماء نعم أن ما يمكن نقرن رياضة كرة القدم مع رياضة أخرى ولكن الرياضة التي كنت نشرب على الفضار السحنية هي رياضة الملكمة فسقط على أن نحق بطولة العالم من خلال الرابعي ميذاليات الألعاب الأولمسية يمكن نظر على رياضة الألعاب القوى التي تحق نتائج مظهرة فاش نقول بطل العالم رمش شي عاجة لك تجي من فراغ فهناك عمل خسنا غين سيقو في ريوسنا ويريت يكون عندنا في كل رياضة يكون عندنا الواحد الرقراقي لأن الرقراقي يجا هو الذي اشعل الشرارة وبين الضوء على الرياضة الوطنية فممكن نصغر من العمل الجامعات الرياضية ككل ولكن ممكن نقول أن كل الجامعات التي تمشي في النهج التي يضغي صاحب الجلال نصر الله وإيده إلا وكتصل المتغني لأن كما نقول وكنا نقول منذ 2008 أن الرسالة الملكية كانت خارطة طريق لفهم الفحو وعرف ما هو المفهوم والعمق الرسالة فهو اللي يستطع اليوم أنه يحقق النتائج إذن ما كانش كما نقول ما كانش هناك واحد سر السر كيكمن في العمل والعمل المو منهج والعمل اللي نبني على قواعد علمية محضة وما يمكن إلا أنه يوصل للنتائج ويوصل للعالمية فيمكن نقول من خلال هذا بكأس العالم بغض النظر على ما هو كما كان قولو ضغطون بالماتجين فكان ضغطون بالمعنويين كتر عشنا شهر في الحب الوطن إلى أقصى الحدود عشنا القيم الحضارية والإنسانية التي تحت عليها التنمية المستدامة عشنا قيم عشنا الوحدة العربية الإفريقية العالمية عشنا عشنا أحداث اللي ممكنش يدخيل هالفرد فأول اليوم كنا صح كنا كنا نظروا أن الإنجاز الرياضي راي ممكن يدير بالزرد الحواج ولكن الآن الأمة ككل عاشت معنا أن الإنجاز راي يحقق الحواج اللي ما يمكنش يدخيل الانسان يكفي أن أقول أن العديد من الناس كانوا يستنكروا الأموال اللي كانت تطرص التمويل على الرياضة كانوا يقولوا بأن الرياضة غير منتجة الرياضة وحد المدن اللي كانت تطرص فيه غير منتجة غير منتجة الفلوس غير منتجة الفلوس نعم الآن ما كانش واحد تشبوط بالوطنية اللي ما كيتقصرش ولا ما نخصروا عليه الملايير ديال الفلوس فصراحة عشنا واحد الشهر في حب الوطن في القيم في الحواج اللي دوزناهم في التلاح من الشماعي في عديد الأشياء عشنا عشنا حويش اللي ما يمكنش نعيشهم ولو خصرنا الأربعات ديال المليار ديال الناس ديال في عين المغريب ما نقولش لكم هنا أخفي كثرا فهناك ناس تصلوا بنا من دول اللي نوهوا بالمغريب وبالعطاء ديال المغريب من خلال كرة القدم فالرياضة فالآن الآن فهم المواطن البسيط عشنا هو الدور ديال الرياضة بإقلاع واحد البلد فهدوك الناس إذا كانوا يخذوا فلوز كثير على الرياضة فهما عارفين شنو الدور ديال الرياضة فالانتحام الشعب الانتحام الأمة الآن كل مغربي مغربي صغير ولا كبير فهو كيفتخر بالتمغربية ديال وهذا هو الهدف ديالنا لأثاث لأنه صراحة لماذا القميص موطني رأ ما يحلش الإحساس اللي كان حدثوه ديال فالقميص موطني فهو كيبقى مقدس وهذا إحساس اللي شعروا به جميع الموطنيين فما يمتلي إلا يزيد بالبلاد اللي قدام ففريك اليوم تخصنا نعمله بطريقة مختلفة لأن المغريب ديال الأمة وشيو المغريب ديال اليوم أو بعد العالم المغريب في جميع المجالات خصوه وعا بهذه القفزة النوعية لإعطاءة الرياضة للبلد نعم كان ضدنا أن ما عمرنا عشنا حدث حدث الحدث يمكننا عشنا حدث ما حضرناش لي هو حدث الاستقلال فاليوم بواسطة الرياضة عشنا واحد الأشياء لقتصمناها بعضياتنا كاملة وعشناها وكنا كنا وراء صاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصر الله وعيده وكنا ملتفين حول واحد العالم أحمر وكتصطو ونجمة خضرة وكنا إخوان حبينا بعضياتنا تعالقنا مع بعضياتنا وهذا كما كنقول ولو نثمروا الأموال للعالم كامل لا يمكننا نحيش هذه اللحظات التي عشناها ونحيش في عدة أموال المحافظة الدولية إن شاء الله بالفعل سيئو اسمان كما قلت يعني كلنا عيشنا ومشي غير إحنا يعني القرى الإفريقية كلها كانت ورانا والأم العربية كلها كانت مورانا من غير بعض الاستثناءات فهذا هو الشيء الجميل اللي كان فهذا هو الفخر صراعا أننا كانت مثل أم وقر فهذا هو الشيء الجميل ولكن السؤال كما قلت مغرب الأمس المغرب اليوم فالمغرب اليوم بغينا يكون فيه نجاح باستمرار يعني ما يكون عندنا نجاحات ربما صدفة ولا يجيو من حل يعني يعني عشنا الفرحة تونس 2004 مع المنتخل الوطني المغربي ومن مرها تقريبا عشرين سنة ديال فشل ورا فشل ورا فشل يعني ما كينش نتائج نهائيا حتى كأس إفريقيا ما كناش كنت أهلول إلى يعني عشنا فترة صعيبة قبل من الفترة ديال إيرفيرونار اللي بدينا شوية بدينا كان نمر للدور تاني في كأس إفريقيا ثم مجاء الرقراغي وعملنا الإنجاز الكبير اللي شوفنا في موضي القطر 2022 أيضا الألعاب الأخرى حل الألعاب القيوة كنشوفو ميدالية في كل ربما سنين ولا تمن سنين يعني ما كان الاستمرار ريال الألعاب الجماعية كرة السلة كرة اليد كما قال سيمسطفا قبيلة ما كان عمل ما كان شوفو شي حاجة يعني ما كيحقوش بصفة عامة كنشوفوها لحد الآن كرة القدم يلي طغياء كرة القدم في السنة الأخيرة هي الوحيدة فقد تبدأ شوية كالطور دينا كنحسو أن كين عمال كين إرادة كين الرغبة أن كرة القدم المغربية تزيد القدام والحمد للله نحن كنجني النتائج فغلنا نطرح لكم سؤال أنتو سيمسطفا شنو السبل ديال السمرار نستمر في النجاحات وليس نستمر في النجاحات فشنو الوصفة التي تشوفوها أنت سيعتما أنك خرج المعهد المالك لتكويل الأطور سيمسطفا تبارك الله هو دكتور في علوم الرياضة فبغيت منكم تعطيوني وصفة كيف نستمر في النجاح في الرياضة التي كما قلت في الأول ديال الحلقة أنها مبقيت رياضة فقط ديال خسارة أو تعادل ديال سياسة دول تتعطيك إشعاع للدولة ديالك عالميا ونحن شفناه ولمسناه في موضوع القطر في 2020 الرياضة المغربية احتلت كل قنط في قطر الاسم المغرب تذكر في وسائل الإعلام العالمية كلها الكل يتحدث عن المغرب ماغوك موغوك مرويكوش باللغة العالم كلها تذكر الاسم المغرب فبغينا الاسم المغربي تذكر ديما فشنو الطريق الاستمراري في هذا النجاح سعد الطيف بالنسبة الاستمراري هذا سؤال واجه لأن فعلا ما خصش تكون هذه النتائج فقط جات يعني عيشتنا واحد الجو يعني ديال النشاط والفرحة والسعادة وقدام هذا شي واحد لمدة ديال شهر أو شهرين ومن بعد ترجع المياه للمجاري ديال احنا كنتمنوا أن يكون هذا تحفيز يعني يعطينا الفرصة أننا بحل يعطينا المثال بات الطالغ أنه يعطينا واحد المثال باش احنا شفنا الاهمية ديال الريادة اشنو يمكن تعطيه لأول مرة لأول مرة في تاريخ إذا ما بغيت نقدر يمكن واقي لا سنتجاوز نقدر نقول تاريخ الإنسانية لأن سي عثمان فضلي لمسو وأي شخص يلمس بأن المغزنة والأهداف ليست بريادية 100% يعني كرة القادم المغاربة لكي يكون لعبي الماتش لم يكن تطرر غير فرقعة الملعب كنشوف ماذا يوقع في التريبين كنشوف ماذا يوقع في عواصم العالم كنشوف ماذا يوقع أرى المغاربة ملعب وكرة القادم فقط في تيرين أرى هذا شيء غريب وغريب جدا لدينا خصوصيات ناس عبدالطيف لكي نجوب على السؤال لدينا بعض الخصوصيات نشدهم ونعصوهم ونخرجوا منهم ونموذج مغربي ونقول هذه مارك ماروكان لن يقول مارك كانادية مارك فرنسيز مارك أمريكان خصنا موديل موديل يعني ونظن أن أساسي لأنه تصنط النفس عزيز داودا ومدام الفقير والسناجة وحرم الله هذا يسكر مثلا كانوا عصاميا ودفع وغير بوحدهم 1980 وعندخلت عد الملك الأطور كانوا غير هذين مثلا كنت كنت موديل ماروكان رأى المغاربة ومغاربة 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 ولكن اليوم شمدوا نقول لنا الناس الرياضة مهم مار الرياضة كذا نبيعوها الناس يتباع بوحد هذا شوف عالي يغمض عين السعاد اللاطف شوف لكي نكون واضحين المغرب قام بعامل المستوى العالمي لا تشي واحد اليوم واحد لقال واحد اللي يقول شي لك المغرب صفقوله الفلسطينيين في الجانب الآخر صفقوله الإسرائيليين المغرب نحن طالبان يصفقوله المغرب نحن نحن من الناس بجميع أنحاء العالم أي بطولة العباد في العالم ضروري يتباع الناس يريد الفارق وليس لا يريد الفارق ونحن المنتأخ بالمغرب يريد أشطح العالم كله وكل مع المغرب وكل فرحان هذه الأمور لا يوجد لا يمكن أن في تاريخ أن هناك فارق يلقى ذلك الانانيمية الانانيمية والحمد لله حتى يعني من اللي كنت تكلم وشوف الرأي ديان نحن أشنا الرأي ديان الله الوطن المالك شوف نحن أحتفظ المون ديان هذا القاطريين قاموا بعمل جبار يعني عمل متميز بالاتسامة بالأخلاق ديالهم بالترشيب وصلنا لأنه كان ريستورات مفتوحين فعبور الناس يدخلوا ويأكلوا وصلنا لأنه لا يوجد الخمر داخل الملاعب لا يوجد ساجين ولا يوجد بطولة لا يوجد مفتوحين فوضى ويأخذوا ويأخذوا الصفارات ويأخذوا بحالهم لا يوجد الناس يقولون لهم عندكم تمشي وراء الإرهابيين راء قاطر راء لا يوجد الحقوق المرأة لا يوجد هذا يوجد بعينهم وعينوا شافوا بأن البلد الإسلامي راء وكيف يحسر من المرأة شافوا الولدات يطلع من المرأة يبوص لرأس ممكن يشتح معها بوفال يعني شافوا بعينهم بأن الله هذا هذا الحقوق المرأة وهذا هذا هذا نحن دوزيان بلان رجال ماليق صحين وكذا شافوا نحن الولدات هم من يطلع يقلب عن الويدة يبط يلو لان يقول شكرا يبوص على رأسها شافوا 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 ضروس شعب اللطيف اللي مع المرأة كانوا يشوف ها في العالم يعني ما هي الدرس الأول تكلمت الله الوطن الماء الله يعني تسجدوا تسجدوا الله سجدت الشكر من اللي يبش ومن لم يخسروا كيف عملوا من مبادئ الإسلام العلاقات الحميمية الحمد بالله شوف لأبد يمكن بتاسم شوف مثلا اللوكراسي عبداللاطيف ديال اللجو غبوفال اللي هو ترتاكب ضد ضربة جزاء وجل العربية لكي جري ما صفرش على ضربة جزاء وعطاها الصفرة وما ذلك شنو عمل التافت فقط شاف لكن العربية ومش تمش ما موقفش بوفال وما يقول أنه يطل الغار لكي ترسل الفيديو وكذا وكذا هل أخلاق الجانب لازمته أمور الصعب نظيف واضحة لأن هذه الرسالة وهذه الحمد لله الطريقة لكي تتعامل الفريق الوطني في حال اللي قمناه لأن التعليمات سيدنا لأن الفريق الوطني من المشي والتعليمات صاحب الجلالة تمشي في هذه الطريقة بطريقة إيجابية على أحسن ما يرام يعني شرفنا بالمغرب شرفنا بالمغاربة يعني الحمد لله والله العظيم لله جو سوي كونتون وأول مرة كنحس براسي كنفتاخر بأن أنا ممارس ريادي لأن أنا كنحاول نبيع الرياضة ونحاول كيس نبيع شي سلع نبيع لهم ونج الشوم وكذا نعم لما يقول لنا ودي الرياضة وماشي تربية شوف لي مساج لذو نبيع الرياضة تربية لا سنحلف لكم والله سيت الرياضة تربية وماشي بقي شي واحد يقول الرياضة صحة الصحة والرياضة هما غالين مع بعض عالم كله يقول لك ودي صحة الرياضة ادماج ادماج المواطنين هنا عبدالربي اللي كنتكلم معك من أحياء فقيرة والرياضة دمجتنا في المجتمع واليوم إذا امشيت سديتي كلوب غير تحط نجاري سديتي إلى لحو السوارت راتح لانتر تربية لغدد 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 كل كلوب في المغرب لسديت هم راتح لسديتي شركة كبيرة لأننا نحضر مع عائلات عائلات كيف عائلات الفرح الفرح الذي عيشه في المغرب وكذا يتناس والمشاكل في كل اللحظة وكل شيء يجب أن يكمل يجب أن يكون الرياضة وكذا ما تريد لغدد استمرارية كيف السبيل للإستمرارية لا نوقف على الإنجاز ونبني على الإنجاز الإنجازات أخرى لا نقع في المنتخب 2004 فرح نمعه مع الدوزاكي وصلنا الفينار وصلنا الكاس فرح الساعمر من 2004 ولم نرى المنتخب أصلا سعد طيب أنا أتكلم أحد النقطة هذا النقطة يجب أن يجلب وأنه يمكن لكي نرى الإنجاز يجب أن نفهم إذا نكن أتكلم معكم من الذي سنؤمن بأن الرياضة تربية هذه المساعة سنقول يجب أنه يجب أن نستعملها من الذي سنؤمن أن الرياضة صحية يجب أن نستعملها نحن نتكلم عن الرياضة مع المواطنين ومع الناس المنتخبين مع السياسيين مع الناس الذين يجبون مجلد الذين لم يجبون كيف يقول الناس على الطيس؟ الرياضة أنا غير مقايزة أنا غير ضايا على الوقت كيف تهرس؟ أنا أريد أن أعرف الرياضة أريد أن أفكر شيئا ونأكل ونأكل عاد أنا غير مقايزة أنا سيد الرياضة أنا أتربي رأي مكلي تكون عندي مئة درهم لنأكل منها خمسة درهم ويمكن خمسين درهم نسجل ونسجل ونسجل في فقعة رياضية أو مصرحة أو شيء شيء سيم ستفا هذه السياسة التي أعطاك هذه الجواب تبدأ منه أو الأول تساهمه بأن الرياضة في هذه المزايا كلها؟ لا فعلا هذا الأولويات تبدلو سعب طيف ما تقرأتش هذه الفكرة دي يخسين ناكل عدم تمارس الرياضة؟ لا رأي مكلي لك تمرضي رأي ممكن أهم مليارة يمكن أن ناكل شوية ونطربة شوية شوف سعب طيف باش تكونوا واضحين باش نخلي الكلمة الصديق دي للساعة 8 نعدوم يقول في هذا المجال هذا الرياضة رأي وضحت بأنها ايكونامي اقصصات الرياضة والاقصصات رأي كل محركة نشوف غرف مدينة سطان جدا ما عندكم دبا من اللي كان هذا الموضي الهاوي الكونسال الناس كيف تحركوا في الوياج الطيارات اللي بيو سباعوا اقصصات الإشعاء ولكن كي النقاط سوداء سيمسطافا بعض الأشخاص باقي ما فهموش هذا المساج ديال الرياضة يعني وشوفناها المشكلة ديال التذكر اللي وقع هناك في مباراة المنتخب الفرنسي فكنت منى ان هاد الناس اللي لعبوا في التذكير كما وصلنا من هناك انهم يفهموا المغزى ديال الرياضة شنوه ويبدلوا ربما من الافكار لعندهم في دماغه السعب اللطيف هاد المسألة هاد ينا متفق معك عليها احنا اذكرنا المزايد الرياضة يعني التربية كده الاخرية وتكلمنا عن الإشعاء المجال الثقافي المجال الاقتصادي هاد المسألة اللي وقعات اللي تكلمت ديال التذكير هاد مسألة ديال غيش القدرون سمعوا مسألة ديال غيش ولكن واش هاد مسألة ديال غيش السعب الطيف كينا غير في الرياضة؟ نحن في الرياضة غير في الرياضة ولكن تسمنوا أن الرياضة تكون نموذج للمجالة الخرع اذا لو شدناها في الرياضة؟ هي عبره انا في نظري ربما ما غنجبروش الإجماع اللي كان في الرياضة في مجالة الخرع يعني الرياضة تقدر جمعلك 40 مليون مغريبي وانتساهموا كلنا على حاجة واحدة فعلا دابن اللي واقع السعب اللطيف هو أن من اللي كان عندنا واحد من اللي كان بغني نبينه بأنه واحد الماء ديالله بحار فيه الرمل ملحة نفعل العافية من الصحر لكي يتجرب هذا الماء يعني بمثال الملحة التي تكون على الماء العلماء يأتي العافية يقولك نحن نبيل لك بأن هناك الملحة في هذا الماء هذا الرياضة وكراً على الصفاعة عامة لا يمكننا أن نرى الناس الذين يغشون في الرياضة هم الذين يغشون في الحياة العامة وهم الذين يغشون في الدارات لكم ميكش بالجامعة لهم لا نقول لهم بأن السيد رغش غير في بطولة العالم ولا يغش في كونس الإدارة ولا يغش في الجامعة كثيرة إذا نهي تسيناً وهيكون هاد الناس سكيزوفخين رغم رب في داره، مرب في عائده، مرب في مجتمع، مرب في الجامعة الخام بها مرب في وزارته و لكن ملك يجأ في الكورات القادة و يغشي آشت، لا فهو السيد لحصلناهم شكراً للقيادة التي دعنا شكراً لقونة الالم لبينا والناس محا نعم شاب نطيف سمح لي غادي ندير تفضل على المتتبعي الكرام شكون هاد المغربي اللي غادي نسوله الان ونقولولي واش تبغيس او تعيش هاد جوج الاسابيع اللي عشنا او هاد شهر هاد السؤال هذا الجاوب دياله موجود يعني الكلك يقول لك ما كان نرش هاد المنضيال التقاطر يتعاود من البداية يعني بالبداية دياله يتعاود من ديال اخر ايدان فاش قاد كل شي غايقوه المنضيال طيب يتحيل فانا هنطيلعقه فكن اكدلك بان العالم كله غادي يقول لك يتعاود العالم كله اشتيله بغينا ايش تجول الان هاد الاشحر اللي بغينا نعيش اخس ما نعملو هنطيلعقه كنا هاد سينين كما جعل لسان سيد القروية ان اساتيده كانوا كيدوي معانا ويقولوا وديلو موضيل ماروكا خاص النجاح الرياضي يمكلي بزبن الحويش اليوم داك المواطن البسيط ارا هاش هاد 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 اشنو يمكلي الرياضي فالان مبقاش مشكل ديال الفعامة ولمشكل ديال كيفاش يمكلي انو نعودو هاد الحادث واني مبغاش يديرها را كيلسوا انيها باش نكونوا واضحين الان اعطي الواحد فاش كتبوقوا الحلوة را دباش المواطن البسيط اشت المواطن البسيط غادي يطالب باش اشت المواطن البسيط اشت المواطن البسيط باش كان قولوا وباش يفرحو اخصنال السيمرارية في العمل وفي المسؤولين يخدموه فالرسالة الملكية كانت خارطة طريق وجاءت عرفت اشنا هو الداء وجاءت بالدواء قالت هاي ممكن اللي بغيتي توصل ها هماش نوماليزانجريديو ممكن لك توصل انك تفرح شعب كامل وامة فما نكونوش غلطين بان ميدالية داعبية في فرنسا كتتوزن بسبعتاش ماليار ميدالية اولمبيا كتوزن البيجي ديالات فالناس ماشي غلطين انهم يخسروا الفلوس كامل ماشي كيخسروا كييستمروا في النجاح ففرحة شعب لا تقدر بيتامن والتالي كليروطنبي اللي انكلها تكون راها ديروطنبي كما جعلها لسان كانت ما عمركش الانثان اللي كان يخطي ياخد القهوة ماشر درامو لا ياخد ثمانين درامو وفرحة الناس كانوا كتفرجوا لهم كل شيء اقتصاد تحرك لا مستوى ولكن الصراحة كنتمنى سيعتما سمعني غادي انقاطع كنتمنى ان الاقتصاد ميتحركش في يعني القهوة ربما وخل يعني المواطن البسيط كما قلت اخدام ثمانين درامو ولكن في قلبه غصة لان الله يحسن العاون يعني كي يقدر كي لي ما يقدرش ولكن ذلك الحب ذي الوطن كي يحركوا ذلك السعافة في حالي كان قولك كي يغامر مع ذلك ثمانين درامو ما عندوش مشكلة كانتمنى انا يعني الرياضة نوجهها الاقتصاد يكون فهم انفعل جميع احتدك المواطن البسيط يستفد من ذلك الرياضة بطريقة وباخرى اه لا كان نقول ولو اه احتدك المواطن اللي كانقوله مواطن بسيط راشتا هو استفد عن طريق الرياضة يمكن يكون هو اللي كان يبيع الرايات يمكن يكون يبيع الاقميشة دي العريق الوطني نحن لم ندخل إلى هذا الفطير ولكن نقوله بأنه لن يكون فرحة فالإنسان لا يبقى يحسن فإذاك الإنسان لما استطعش يمشي إلى واحد القاوة أنا أفرح وليداته وكلهم الناس هاجوا واحد الأجواء التي لا نعيشها كل يوم فما عمر كان ذلك الإخاء وذلك حب الوطن وذلك الاتمام بالفعل لا يقدر بيتامان فاليوم كل مواطن بغي يعيشة الفرحة وهذا مطلب منحقه إذا نحن خاص خاصنا أننا نجدو ذلك الفرح وإن نجدو الفرح لا بد من استراتيجيات فالآن خاص ولا بد من استراتيجيات اللي يمكن لها أننا توصلنا لفرح ونجدو الفرح وكنش دلت تهنيئة الفرح الوطني كنش دلت تهنيئة كذلك كما قال سنقضى الأمهات اللي يربودوك الولاد على أخلاق نبيلة واللي دوزوا فرحة دميساج اللي ميمكنش لهم يتكبروا أي تمام الآن أنا كنشوف واحد المطبوع اللي يشناه من القيم والمبادئ اللي مروا اللاعبي الفريق الوطني من خلال ذاك التصرفات ديالهم دوزوا مروا خطاب ديال التوحيد طلاف عنا وتعالى نعم 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 حب الوالدين دوزوا أشياء اللي الناس برا كانوا كيتسألوا هاد هاد الولدات شك يديروا فهاد الولدات ورعوا بأنه كان واحد الشعب اللي هو في مستوى كبير وعنده واحد النبل وعنده واحد ثقافة وحضارة وما يمكنش الإنسان يحكم عليه إلا من خلال ما شافته أم عينه في المونتيا واللي جعله على أيادي لاعبين اللي كنشكرهم وكنشكر الأمهات اللي ولداتهم ورباتهم وكنشكر هاد الوطن اللي عرف كيفاش يلمهم ويحببهم فيه وأنهم يعطيوا يكونوا خير صفراء ليه وتحطى القيادة السامية لصعب الجلالان صلى الله عليه نعم سياء وثمان صراحة حلقة جميلة ما نستخدش بكم جوج لانت ولا سيمسطافا حاولنا لانتحتو يعني جانب الرياضه كم ماقص في بداية للحق كنا متفوقين تكلمنا في جانب أخرى كانت تمنعه السامرارية وواسر كانت تمنعه السامرارية في هذى النجاحات إن شاء الله نشآ الله ماشي غفة الرياضة في المجالات كلها fortunately spin者 ونح mulheres استغلies لطني جميع المجالات وأتصابته فرحانين في المسائل الشيماعية والاقتصادية ديال بلدنا ويكون كما قلت إقلاع حقيقي في جميع المجالات الوقت ديال البرنامج مع الأسف كيزا حمني شكرا سي عثمان وشكرا سي مستافى على قبو دعوة البرنامج نتلقوا بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة سي عبدالله طيب إلا سمحتي لغير فقط واحد يعني تدخل بصر بعجالة سي مستافى لأن المخرج ديالنا اليوم سي حسن جي قولي رأى الوقت ديال برنامج السالة يعني جو ديال نقاط بساطين يعني المسألة الأولى هو أن هاتشي اللي بيناتو الرياضة راه إلي إكس تخطرابل راه يمكن لين ستعملوا حتى في الزن تخط فيز ديالنا الشي الطريقة باش سير وليد رجراجي الفارقة دياله يعني الطريقة ديالتالحوم وطريقة ديالشوب هذا ويعني الامبيانس اللي يكرياها راه يمكن سي وليد رجراجي ذو ذالي زن تروبريز راه يمكن يكون شركات كبرة في المغرب يعني طول سي والد الرجراجي باش يتمر باش يزيد ذلك البروغرز ذلك الانتاج ديالهم يعني الرياضة راه المبادل ديالها ما كتقاشغل في الرياضة راه كيف طريقة بسير وليد الفارقة دياله وعطى نتائج راه يمكن أن يأتي أكبر شركة في المغرب ناخده أي شركة في المغرب نعم 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 والنقطة الأخيرة اللي ميت ما يمكن ليش لما نتكلمش لها الصحافة سعبداللطيف وانتظر كصحفي أن صراحة بطراحة أنه هو كمام التعمل اللي قاموا بالصحفة لأنهم كانوا تماما يعني طرف فعال نعم فهذا المنظيال هذا السعبداللطيف لأننا عشنا تجارب في الماضي أن الصحفة كانت يعني في بعض الأحيان في مواقف يعني لك تكون ماشية متمييزة ماشية يعني أنا حضرت مثلا لسي هشام القروج كيفاش أن الصحفة نزلوا عليه مسكين في وحد الوقت نستطع أنه يعني يفوز جوز الميداليات يعني 5 سنوات 3 ولكن أنا اليوم الصحفة كلها تبارك الله من خلال الأسئلة التي قطعوا على اللعابة على المدربين كانوا مواكبين لذلك أن حتى الصحافة سعبداللطيف ومن خلالكم كانوا الصحافة والطريقة كيفاشوا يواكبتوا يعني المجهودات الفريق الوطني المغربي حتى هم أخذكم تعرفوا بأن اللعابة تصمتوا الصحافة تصمتوا البرامج نعم والدرق راك سمعتوا وكيفون غيزوا السوسيو الناس كانوا إيجابيين ورح تنتهم كالصحافة والإخوان ديالزميتو كانوا بحضة بسي السوفيان الراشدين اللي كانوا معاهم في المونديال ديالزميتو يعني الإخوان كانوا كلهم متميزين والصحافة ساهمت حسنية بغتشي اللي بغينا سي مصطافي يعني بقليل ندعك كما قلت لقم إن شاء الله في حلقة مقبلة شكرا لقبو دعوة البرنامج لنت ولا سي عثمان نفضلي مستمعي كرام بقليل ندعكم كان معكم حاسل عثماني في الإخراج والهندسة الصوتية هذا عبد لطيف بالخدر من وراء الميكروفون كي حييكم إلى الحلقة المقبلة به إذن الله إلى اللقاء